والحمد لله ما استشرفته هيئة علماء المسلمين في العراق بناء على قراءة دقيقة لواقع البلاد يظهر جليا في سنوات الغزو العجاف وعلاج هذا الواقع دللت عليه الهيئة في خطابها العام حتى وعاه العراقيون وإيقنوا أن لا خلاصة إلا بثورة تزيد العملية السياسية بكاملها نظاما وعقلية الشعب يريد أسقاط النظام وعلى واقع ثورة تشرين التي وضعت يدها على الجرح ونادت بإسقاط النظام كحل لا بديل عنه وجهت هيئة علماء المسلمين رسالة للشباب المنتفض تبارك جهوده وتناصر سعيه وتمتدح وعيه السياسي من حيث أن الوطنية هي خطاب العراقيين الأحرار وظلت راسخة في أعماق نفوس العراقيين رغم كل مكائد الطائفية والعرقية التي حاكها الاحتلال بحبال أتباعه من شركاء العملية السياسية الجرائم البشعة التي ترتكب بحق العراقيين جميعا رسالة الهيئة إلى ثوار تشرين جاءت من صميم نهجها المعهود منذ تأسيسها ولم تكن استحداثا لتقدير الموقف بقدر ما كانت تأكيدا على ثبات الموقف مما يخص حاضر العراقي ومستقبله لثورة تشرين غاية الأهمية عند كل العراقيين المتطلعين إلى بناء وطن يحقق العدالة والمساواة بين أبنائه ويخلصه من أنياب الكتل والأحزاب المرعية من الاحتلالين الأمريكي والإيراني فهي ثورة وضعت الشعب العراقي على سكة النضال وحشرت شركاء العملية السياسية في زاوية الحقيقة حقيقة تقول إن صلاحية حكمهم انتهت ولم يعد بالإمكان إعادة تدويرهم لخداع الشعب مرة أخرى تنادت الكتل والأحزاب ودخلت في حالة طوارئ يلوم بعضها البعض وأدركت أن السم الذي أذاقته العراقيين على مر أكثر من ستة عشر عاما آن الأوان لأن تذوقه وهي مجردة من الوطنية منبوذة على أعتاب أبواب صانعيها في طهران أو واشنطن ترجمة نانسي قنقر